اهلا بكم زوار في الجولد تكون في لايف النهاردة النهاردة حصل حدث يمكن ما كانش متوقع لما كنا نتكلم عليه من حوالي شهرين ثلاثة لكن احنا استنناه في خلال الاسابيع اللي فاتت وهو طبعا زيارة المستشار توركي آلي الشيخ لمحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ليه كان متوقع لان المستشار توركي آلي الشيخ في خلال الاسابيع اللي فاتت او في خلال الايام الماضية اعلن بشكل يعني شبه رسمي انه هو عايز يعيد العلاقات مع النادي الاهلي وانه هو لسه عايز يكون داعم ومحب للكيانه وفي نفس الوقت الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي استقبل في منزله وافد من المستشار توركي آلي الشيخ للاطمئنان على صحته فبالتالي اغلبنا ممكن كلنا توقعنا زيارة قريبة جدا من المستشار توركي آلي الشيخ للكابتن محمود الخطيب وهي فعلا تمت النهاردة وبرضو اغلبنا ويمكن كلنا لما المستشار توركي آلي الشيخ كتب وقال انه هو جاي مصر وانه هو بيحضل لمفاجأة الكل توقع انه ممكن تكون المفاجأة دي زيارة للكابتن محمود الخطيب وده فعلا اللي حصل من شوية طيب الوضع دلوقتي العلاقة ما بين النادي الاهلي والمستشار توركي آلي الشيخ هتكون عاملة ازاي الحقيقة احنا لازم نتكلم في حتتين وهي على المستوى الشخصي وعلى المستوى الرسمي على المستوى الشخصي فهي لفتة طيبة من المستشار توركي آلي الشيخ بزيارة الكابتن محمود الخطيب في بيته النهاردة والاطمئنان على صحته لان كلنا عارفين الظروف الصحية اللي بيمر بيها الكابتن محمود الخطيب وبعد زيارة الوفد اللي كان ارساله توركي آلي الشيخ من فترة لزيارة الكابتن محمود الخطيب الاغلب توقع ان هيتبعها زيارة من المستشار توركي آلي الشيخ وده فعلا اللي حصل على المستوى الرسمي فاعتقد ان زيارة المستشار توركي آلي الشيخ للكابتن محمود الخطيب وهو لابس تيشرت الاهلي هي بتحمل دلائل كتيرة حتى كمان الصور نفسها اللي نزلت على صفحة المستشار توركي آلي الشيخ برضو بتحمل دلال كتير ازاي ان ممكن يكون نوع من انواع انهاء الخلافات اللي كانت موجودة ما بين المستشار توركي آلي الشيخ والنادي الاهلي في خلال الفترة الماضية دايما كان فيه نوع من انواع الهجوم من المستشار توركي آلي الشيخ ناحية النادي الاهلي او ناحية مجلس ادارة النادي الاهلي وما كانش فيه رد من مجلس ادارة النادي الاهلي النهاردة المستشار تركي آلي الشيخ بيزور رأس المنظومة الأهلوية رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب وهو بيرتدي قميص النادي الأهلي فأعتقد أن لها دلالة على إنهاء الخلافات ما بين الطرفين أو على الأقل رغبة المستشار تركي آلي الشيخ من ناحيته الشخصية في إنهاء الخلافات وطبعا تاني حاجة بتؤكدها الزيارة دي وبيؤكدها المستشار تركي آلي الشيخ من خلال ارتداء القميص ومن خلال حرصه على نشر الصور عنده على فيسبوك وهو بيصافح الكابتن محمود الخطيب أنه هو عايز يرجع زي ما أعلن قبل كده داعم لكيان النادي الأهلي وداعم للفريق اللي هو بيشجعه دي الحاجات اللي ممكن نشوفها على المستوى الشخصي وعلى المستوى الرسمي طيب دلوقتي المستشار تركي آلي الشيخ رمى الكورة في ملعب النادي الأهلي النادي الأهلي من المفترض أنه هو بقى يرد على مبادرة المستشار تركي آلي الشيخ طيب كان إيه رد النادي الأهلي لحد دلوقتي لحد دلوقتي النادي الأهلي أصدر بيان مفهوش نوع من أنواع الرسمية الحقيقة هو بيتحدث عن أن الكابتن محمود الخطيب استضاف المستشار تركي آلي الشيخ في منزله وزود عليها كلمة في البيان في زيارة خاصة في زيارة خاصة دي يبقى لا تحمل طابع الرسمية خصوصا أن البيان فعلا لم يتطرك لأي حاجة تمت في الجلسة دي سواء كان حصل حديث ما بين المستشار تركي آلي الشيخ والكابتن محمود الخطيب بخصوص الأزمات اللي فاتت قبل كده أو بخصوص الاتهامات اللي كان بيوجهها المستشار تركي آلي الشيخ أو حتى حديث بشأن مستقبل العلاقة بيان النادي الأهلي ما ذكرش أي نوع من أنواع التفاصيل دي بيان النادي الأهلي اكتفى بأن الكابتن محمود الخطيب يرحب ويقدر زيارة المستشار تركي آلي الشيخ الخاصة فهنا ما فيش موقف رسمي معلن من النادي الأهلي طيب في نفس الوقت هو بيان النادي الأهلي ووصف المستشار تركي آلي الشيخ برئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية مش الرئيس الشرفي للنادي الأهلي الوصف ده بيحمل معاني كتير الوصف ده بيقول ان لسه برضه موقف مجلس ادارة النادي الاهلي كاملا لم يتضح من المستشار تركي قال الشيخ قد يكون الكابتن محمود الخطيب استقبل المستشار تركي قال الشيخ لكن كل دي في النهاية كانت زيارة شخصية او زيارة خاصة لكن ما بتبينش شكل العلاقة في المستقبل ما بين النادي الاهلي والمستشار تركي قال الشيخ هتكون عاملة ازاي هل هيكون فيه نوع من انواع الدعم زي ما كان في بداية علاقة المستشار تركي قال الشيخ بالنادي الاهلي ولا الموضوع هيكتفي على ان خلاص علاقة رسمية او علاقة ودية ما بين الطرفين وصفحة واتقفلت بالنسبة للطرفين وكل طرف يمضي في طريقه لسه الحدي دلوقتي الامور مش واضحة طيب دلوقتي قدام النادي الاهلي او اللي احنا مستنيينه من النادي الاهلي طريقين هيمشي واحد اختار واحد منهم ان هو يمشي فيه الطريق الاول بيقول ان النادي الاهلي هيرجع يرحب بالمستشار تركي قال الشيخ كداعم للنادي داعم للنادي ده زي ما كان قبل الموسم الماضي الموسم الماضي طبعا اللي شاهد بداية الخلاف وتأسيس نادي بيرامدز وكلنا عشنا اللي حصل الموسم اللي فات واللي كان فيه شد وجذب ما بين الطرفين هل العلاقة هترجع زي ما كان قبل تأسيس بيرامدز وزي ما كان قبل الموسم الماضي بحيث انه هيكون المستشار توركي قال الشيخ داعم للنادي في صفقاته او داعم للنادي في تجديد لنجومه او حتى داعم في ملف استاد النادي الاهلي اللي توقف الحديث عنه من وقت ما حصلت الازمة مع المستشار توركي قال الشيخ وكان بشكل كبير سبب من اسباب منحه الرئاسة الشرفية للنادي هو مساهمته في تأسيس استاد النادي الاهلي ولا العلاقة هتكون رسمية ودية ان المستشار توركي قال الشيخ خلاص ما بقاش مسؤول رياضي هو فعليا دلوقتي المسمى الرياضي الوحيد ليه هو مالك نادي ألميريا بعد ما رحل عن هيئة الرياضة في السعودية وبعد ما رحل عن رئاسة الاتحاد العربي لقرة القدم وحتى بعد ما رحل عن ملكية نادي بيرامدز فالمسمى الرياضي الوحيد للمستشار توركي قال الشيخ هو مالك نادي ألميريا في دور الدرجة التانية الأسباني فهل العلاقة هتكون بالشكل ده ان العلاقة ما بين مالك نادي أسباني ومجلس إدارة لنادي مصري فتبقى العلاقة ودية رسمية لكن ما فيش نوع من أنواع الدعم زي ما كان بيحصل قبل كده ما فيش نوع من أنواع الزيارات اللي كان بيحصل قبل كده الموضوع هيبقى في النهاية علاقات شخصية ما بين المستشار توركي قال الشيخ وكابتن محمود الخطيب او ايا ما كان من مجلس إدارة الأهلي ده لسه مش واضح لحد دلوقتي لكن الحقيقة أن بزيارة المستشار توركي قال الشيخ النهاردة للكابتن محمود الخطيب قطع شوت كبير جدا في إنهاء حالة من الجدل كانت موجودة بعد رحيله عن النادي الأهلي لأن الفترة دي شهدت أنه هو كان داعم لنادي الزمالك في بعض الصفقات وداعم لنادي الزمالك شفنا في راتب كريسيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك في نفس الوقت كان بياخد صفقات من نادي الزمالك لنادي بيرامدز شفنا انتقال نجوم من نادي الزمالك لنادي بيرامدز مباشرة زي أحمد الشناوي وزي علي جبر فهل هيكون دا نهاية خلاص لدعم المستشار تركي آل الشيخ لنادي الزمالك بالتأكيد هو نهاية دعم المستشار تركي آل الشيخ لنادي الزمالك هل هتكون عودة دعم المستشار تركي آل الشيخ للنادي الأهلي هو دا اللي لسه مش واضح لحد دلوقتي عشان كده أنا هستنى تعليقاتكم هستنى أشوف إيه رأيكم أي طريق من المفترض أو أنت مستني أن النادي الأهلي هيمشي فيه أو حتى تتوقع أن النادي الأهلي هيمشي فيه هل تتوقع ان العلاقة ما بين النادي الاهلي والمستشار توركي قالي الشيخ هتكون زي السابق بعد الزيارة دي هل تتوقع ان حيتبع بعض الاجراءات تتعلق بان النادي الاهلي على سبيل المثال بعد ما خلاص الدنيا رجعت بشكل ودي فهو هيكتفي بس بالعلاقة الودية ما بين الطرفين فمش هيكون فيه نوع من انواع الدعم زي اللي شفناه قبل كده او حتى دعم في موضوع ملاف الاستاذ انا مستاني اشوف اراءكم الشخصية بعد الزيارة اللي قام بان مستشار توركي قالي الشيخ للكابتن محمود الخطيب في منزله ونتناقش مع بعض يعني نشوف ايه الطريق اللي ممكن يمشي فيه النادي الاهلي وبطبعا بناء على توقعاتكم لان زي ما قلتلكم لسه الامور لحد دلوقتي مش واضحة ولسه بيانات النادي الاهلي بتتسم بنوع من انواع الخصوصية مش بشكل عام مش بتعبر عن مجلس الادارة بشكل عام لا هي بتتكلم عن كابتن محمود الخطيب بشكل خاص سواء بيان النهاردة او البيان اللي فات اللي نزل بعد زيارة وفد المستشار توركي قالي الشيخ لمنزل الكابتن محمود الخطيب هستنى تعليقاتكم زي ما قلتلكم وحنحاول نقراها كلها طبعا اتمنى ان التعليقات تكون فصول بالموضوع نفسه هل تتوقع الاهلي هيرجع يستقبل المستشار توركي قالي الشيخ كداعم للنادي مرة تانية ولا هل تتوقع ان العلاقة تظل ودية وشخصية ما بين الطرفين خصوصا بعد الامور او بعد الخلافات اللي حصلت قبل كده هل تتوقع تجاوز الخلافات دي هل تتوقع ان المستشار توركي قالي الشيخ يقوم بخطوة تانية من شأنها ارضاء لمجلس ادارة الاهلي وجمهور النادي الاهلي هل تتوقع ان النادي الاهلي هتكون الخطوة الجاية من عنده هو وان هو اللي يحاول ان هو ينهي الخلافات دي او يعلن نهاية الخلافات بشكل عام بعد زيارة المستشار توركي قالي الشيخ وبعد حتى تصريحاته في الفترة اللي فاتت واللي اكدت على رغبته في ان هو يرجع دعم للنادي الاهلي وتشجيعه ودعمه للنادي الاهلي يعني خلينا شوف اراءكم هتكون ايه حسن سعد بيقول الاهلي مش محتاج دعم احنا حاليا دلوقتي معانا اعلى اسكواد في افريقيا ده رأي حسن حسن شايف ان العلاقة بالشكل ده هتبقى مفيهاش نوع من انواع الدعم ما بين الطرفية احمد السيد بيقول مصالحة اه دعم لا الاهلي فوق الجميع يعني احمد شايف ان العلاقة الفترة اللي جاية مفروض تبقى تبقى في حيز النادي الاهلي وتوركي قالي الشيخ مالك نادي الميريا وليس اكثر امل ابو عبدو الاهلي هيرجع تاني في العلاقة احمد عبد الرؤوف بيقول ان شايف ان العلاقة هتبقى اخرها الصورتين يعني هو شايف ان العلاقة هتبقى نوع من انواع الرسمية ما بين النادي الاهلي وما بين توركي قالي الشيخ وهو مالك نادي الميريا الاسباني ايهاب بيقول انا شايف الموضوع هيكون صلح لا اكثر انما مش هيكون فيه تدخل او دعم من توركي قالي الشيخ ميدو نشأت بيقول لا مش هترجع العلاقة هتبقى مصالحة ميدو بيقول لا دعم لا مصالحة مش مصطفى بيقول الاهلي لا يحتاج دعم من احد زايد بيتفق معاه او زياد بيتفق معاه بيقول الاهلي مش محتاج دعم من احد ياسر السيد بقى بيقول رأيه مختلف خالص بيقول ان وجود توركي قالي الشيخ مكسب للاهلي بكل تأكيد ياسر الليسي بيتفق معاه بيقول اهلا بالشيخ توركي سمير الامير بيقول الدعم بدأ بدليل علاج مؤمن زاكريا اولا حقيقة قصة مؤمن زاكريا مختلفة بعض الشيء لان قصة مؤمن زاكريا انسانية قطر ما هي تتعلق بالنادي الاهلي او بالمستشار توركي قالي الشيخ ان مؤمن زاكريا على فكرة هو مش على زمة النادي الاهلي حاليا يعني مؤمن زاكريا لعب خر وبحسب تصريحات المؤمن زاكريا امبارح حتى كمان في التلفزيون فهو من الواضح ان نوع التكفل بعلاج مؤمن زاكريا في امريكا كان بتدخل من المستشار توركي قالي الشيخ باتصال شخصي منه ما كانش الموضوع بتنصيق ما بين النادي الاهلي والمستشار توركي قالي الشيخ فبالتالي الموضوع هنا يخص الكابتن مؤمن زاكريا ويخص المستشار توركي قالي الشيخ النادي الاهلي بقيد عنه زي ما قلت في النهاية علاقة انسانية اشبه لما المستشار مرتضى منصور على سبيل المثال برضو عرض تكافل نادي الزمالك بعلاج مؤمن زكري عبدالسطاري ديب بيقول يرجع واحد من الجماهير مروان الشفعي زكا مروان عامل ايه بيقول اعتقد علاقة ودية ورسمية وقف على اعتذار ضمني كده من تركيا عن اللي حصل الفترة اللي فاتت وبعدها هيبقى فيه دعم واستفادة للطرفين الدعم مش لعيبة بس الدعم في استاد للنادي او تطوير في منشآت او مساعدة للعبين للاحتراف في الميريا كريم علام بيقول الاهلي مش محتاج دعم وياريت الصلح يبقى من غير دعم حازم طارق بيقول الاهلي عظيم من غير تركي اهل الشيخ محمد صلاح بيقول الاهلي دايما طول تاريخه مش محتاج دعم من اي طرف محمود المصري بيقول محاولته انه يرجع الاهلي تمام حقه بس بلاش المكايدة مع جماهير الزمالك عشان المشكلة ما تكبرش اتفق معاك يا محمود يعني بشكل كبير يعني في النهاية اكيد طبعا هو من حقه انه يدعم اي طرف هو عايزه وهو مشجع للنادي الاهلي او اختار انه يدعم النادي الاهلي بعد نهاية خلافاته بالتأكيد الموضوع هنا بعيد عن نادي الزمالك ملوش علاقة بنادي الزمالك نوع المكايدات الجماهيرية دي اعتقد انها بعيدا عن المسئولين يعني ملوش علاقة بالمسئولين المكايدات الجماهيرية بتتمي بين الجماهير في اي وقت فلو المستشار تركي قال الشيخ قرر انه هو يهزر مع جمهور الزمالك بصفة انه هو واحد من جمهور النادي الاهلي فده يبقى بعيد عن واقع انه هو هيكون صاحب منصب او حتى لو استمر رئيسا شرفيا للنادي الاهلي ياسر الليسي بيقول عايزين كينو زياد بيقول هتبقى علاقة ودية محمود شمان صريح بقى يعني محمود شمان دخل في الموضوع على طول بقول اهم حاجة في العلاقة الاستاذ الراجل محدد التارجد بتاعه عايز الاستاذ ميدو بيقول اللي كسب الدوري وجاب احسن لعيبة في مصر من جيبه ومش هيحتاج دعم ابو يحيى اختار وصف قوي جدا بيقول يا ريت الالاقة تكون يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسل منك يعني هو عايز ان الالاقة تكون ما بين الطرفين كل واحد ماشي في سكته ومحدش يدعم التاني او محدش يجي على التاني في قراراته احمد احمد المحترم بزيادة بنور الدنيا شكرا يا ابو حميد ابو يوسف بيقول انا اهلا وبعشاك شكرا يا ابو يوسف مصطفى علي الكسبي راح لسكة تانية خالص وبيقول ان توركي عايز يستثمر في المدينة الرياضية الجديدة وعايز ياخد صفقات من الاهل الارميرية طيب هو يعني موضوع صفقات من الاهل الارميرية برضو هتبقى بعيدة شوية لان الاهل مش هيبيه حد من الاسكوات بتاعه دلوقتي هيبقى الموضوع صعب لان الاهل يتركيزه على دوري ابطال افريقيا فصعب جدا يستغني عن لعبين في الوقت الحالي ومع انطلاق مجموعات دوري ابطال افريقيا في نفس الوقت محمد جمال العاصي المدير نادي الميرية قال ان مفيش دلوقتي لعبين في دوري المصري النادي محتاجهم في سباق طبعا التأهل للدوري الاسباني الممتز عبدالله الخواجة بيقول ايه المانع لما تبقى منفعة متبادلة مفيش مشكلة ممكن بس عبدالله تشرح لنا يعني المنفعة المتبادلة هتبقى بشكل عامل ازاي احمد عبد الرازق بيقول اتوقع ان ارتداء تيشرت الاهل رسالة واضحة انه ابن النادي الاهلي والامر لم يتوقف على زيارة خاصة ويناير وصفقاته هتكون شاهد على كلامي واكيد اكيد بارتداء تيشرت النادي الاهلي هي رسالة الرسالة دي بان يعني الخلافات انتهت الراجل كان عنده خلافات مع النادي الاهلي في الفترات الماضية وكان اسس نادي بيرامدز كمنافس للنادي الاهلي علشان يكسب الدوري النهاردة بيلبس تيشرت النادي الاهلي زي وزي اي مشجع فبالتاني هي رسالة اكيد ان الخلافات انتهت وانه هو رجع تاني داعم ومشجع للنادي الاهلي ريمون بيقول ان توركي قال الشيخ اعتذر لشخص الخطيب لكن خليه بعيد خالد في الجول ناس محترمة شكرا يخلود حمادة السعيد اعتقد ان توركي عايز يدعم الاهلي والخطيب حيقبل بكده علشان افراكيا علاء حسين بيقول نفسي بعد هذا الصلح ترجع علاقة الاهلي مع سيادة المستشار على اساس المصلحة العامة للكل مثل علاقة صالح سليم مع الامير عبدالله الفيصل زمان كان كلها مودة واحترام ومصلحة للنادي والمشجع اللي كان بيعشها الاهلي الله يرحم الله يرحم العلاقات تبقى كويسة وخلاص لان الحرب كانت بينه وبين الاهلي بتشتت النادي من غير دعم ولا حاجة ده رأي محمد شهين هاني ابو ماجد بيقول عاوزين الصلح من تركي الاهلي الشيخ يكون في شكل الدعم في الاستاد من الواضح ان كتير قوي من جمهور الاهلي بالنسبة له ترجة الاستاد اهم حاجة في العلاقة او عودة العلاقات ما بين المستشار تركي الاهلي الشيخ والنادي الاهلي يعني هو فيه اراء كتير بس فيه يعني فيه اراء اه مطمئة مقررة ان بحاول اشوف القراءة المختلفة شوية ياسر الليسي بيقول الاهلي هيكون مرعب مع تركي الاهلي الشيخ يعني هو كده ياسر رسالته مضمونها ان هو مستني دعم من المستشار تركي الاهلي الشيخ ذلك كان بيحصل قبل كده محمد صلاح سامي بيقول اكيد المستشار هيكون له دعم في ملفات كتيرة في الاهلي وخصوصا الاستاد برضو رأي تاني رايح لسكة الاستاد اري محمد بيقول الصلح خير محمد ابو جودي بيقول عاوزين تراوري تراوري دلوقتي في بيرامدز تركي قال الشيخ مش مالك بيرامدز فالوضع دلوقتي صعب عبدالله الخواجة رجع لنا بقى لشان يقول لنا يعني ايه المصلحة المتبادلة بيقول ان المستشار تركي الاهلي الشيخ يستثمر في النادي الاهلي في مشروع المدينة الرياضية والاستاد ويبقى في تبادل وتوأمة ما بين الاهلي والميراية ويصعدوا الدوري الاسباني وحتبقى حاجة كويسة للاهلي والتركي الاهلي الشيخ يعني برضو موضوع الاستاد انا كده شايف ان اغلب الاراق رايحة لسكة ان محتاجين دعم المستشار تركي الاهلي الشيخ في ملف الاستاد فقط علا بتقول نخلص من المشاكل علشان ده يريح الاهلي في مشوار افريقيا لكن مش محتاجين دعم كيمو بيقول اتمنى وجوده كمشجع وليس دعم وعايز يوجه رسالة حب الجمهور الاهلي والزمالك الجمهورين منعا للاحتقان بين الجمهورين محمد بيقول الاهلي والاهلي من غير الدعم عباس جمه على الكمه دايما يا في الجول شكرا يا عباس الناس اغلبها بتتكلم عن الاستاد طيب تعالوا نفكر الناس بقصة الاستاد دي ويبقى احنا كده خلاص خلصنا رايح بكومنتات من المفترض ان بعد فوز الكابتن محمود الخطيب برئاسة النادي الاهلي اعلن في مؤتمره الصحفي ان الملف الاول او اللي حيبقى الشغل الشاغل لمجلس ادارة النادي الاهلي الجديد هيكون بناء استاد النادي الاهلي وبناء عليه منح الرئاسة الشرفية للمستشار تركي قال الشيخ لان الكابتن محمود الخطيب قال ان المستشار تركي قال الشيخ وعن طريق علاقاته ورجال اعمال سعوديين واماراتيين برضو عن طريقه يعني تواصله مع النادي الاهلي عن طريقه ابدوا ترحبهم بفكرة تأسيس وانشاء استاد النادي الاهلي وبناء عليه الكابتن محمود الخطيب منح المستشار تركي قال الشيخ الرئاسة الشرفية للنادي الاهلي طبعا مع ظهور الخلافات ما بين الطرفين توقف مشروع الاستاد وتوقف الحديث عن مشروع الاستاد اغلب الناس هنا بعدها بتتكلم عن لو هل علاقة هترجع بشكل كويس ما بين الاهلي والمستشار تركي اهلي الشيخ فيكون اول ملف يتكلم فيه النادي الاهلي مع المستشار تركي اهلي الشيخ يكون استاد النادي الاهلي يعني نرجع لأول ما تم انتخاب مجلس ادارة الكابتل محمود الخطيب والهدف الاساسي اللي كان منه دخول المستشار تركي اهلي الشيخ للنادي الاهلي عمدا شكرا جدا لكم شكرا جدا على تعليقاتكم وشكرا جدا على اسألتكم اتمنى اكون جوبت على اغلب الاسئلة والقاكم ان شاء الله في لايف جديد